أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة وللعهد رئيس مجلس الوزراء أكد أن مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم رعاه الله تواصل تحقيق الإنجازات النوعية في شتى المجالات بجهود أبنائها المخلصين من فريق البحرين الذين وضعوا نصب عينهم أن تبقى البحرين دائما أولا وهم مستمرون في دأبهم لتعزيز مكانتها لما يتواءم مع مسيرتها المباركة وأهدافها الطموحة لافتا سموه إلى أن النهضة التنموية التي تشهدها مملكة البحرين تستوجب مواصلة تطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات باعتبارها إحدى القطاعات ذات الأولوية التي تصب في دعم مسيرة التحول الرقمي في المنظومة الحكومية جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله في قصر الإقضبية اليوم بحضور سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة رئيس مجلس أمناء وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري رئيس مجلس إدارة صندوق العمل مع علي الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبدالله الخليفة وزير الداخلية رئيس اللجنة الوزرية لتقنية المعلومات والاتصالات وعددا من مسؤولي الجهات المساهمة في تحقيق مملكة البحرين المرتبة الثامنة عشرة عالميا في مؤشر تنمية الحكومة الإلكترونية وفقا لنتائج تقرير الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية 2024 كما حضر اللقاء عدد من أصحاب السعادة من كبار المسؤولين حيث أشار سموه إلى الاعتزاز بما يحققه الوطن من تقدم مستمر في المؤشرات التنموية لتكون ضمن التصنيفات الأعلى بين الدول والذي هو محط فخر لما يعكسه من عزم وطني صادق يحمله فريق البحرين في كافة مواقعه ليكون التطور أساس العمل الحكومي بمختلف ما يدينه مضحا أهمية مضاعفة الجهود نحو تعزيز كفاءة الخدمات الحكومية ورفع جودتها وتحقيق تكاملها عبر استمرار توظيف التقنية الحديثة وتبني التكنولوجيا ضمن الخدمات الرقمية في مختلف مسارات العمل الحكومي لافتا سموه إلى الحرص على استمرار وضع السياسات والخطط والبرامج التي تدعم التحول الرقمي واستمرار تقييمها بصورة متواصلة لوضع الحلول الناجعة للتحديات المختلفة بما يعود أثرها إيجابا على أبناء الوطن حاضرا ومستقبلا من جهتهم أعرب معالي وزير الداخلية رئيس اللجنة الوزرية لتقنية المعلومات والاتصالات ومسؤول الجهات عن الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على ما يبديه سموه من دعم للجهود بهدف خدمة الوطن والمواطن مؤكدين مواصلة العمل لتحقيق التقدم المنشود لمملكة البحرين وفق رؤى حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه وتوجهات سموه حفظه الله من أجل الوطن والمواطن الجدير بالذكر أن مملكة البحرين حققت المرتبة الثامنة عشرة عالميا في مؤشر تنمية الحكومة الإلكترونية وفق تقرير الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية الفين واربعة وعشرين متقدمة بواقع ستة وثلاثين مركزا وتم تصنيفها ضمن مجموعة الدول ذات المؤشر العالي جدا منذ عام الفين واربعة عشر وتقدمت في تقرير عام الفين واربعة وعشرين إلى أعلى فئة في هذه المجموعة مع دول الصدارة العالمية إلى جانب تحقيق التقدم في كافة المؤشرات الرئيسية والفرعية حيث أحرزت المرتبة الأولى عالميا في مؤشر تبني التكنولوجيا ضمن الخدمات الرقمية مع تقدم ملحوظ في جميع المؤشرات الفرعية للجاهزية الرقمية ترجمة نانسي قنقر